هاي دير هاوزي جاون انا محمد سلام وانت في تشوف دلوقتي قناة متعة التعليم النهاردة محتاجين نركز كويس جدا ليه؟ لا اكتر من سبب السبب الاول ان الجمل الى حد ما هتكون اطول شوية اما السبب التاني ان الجملة ممكن تكون لشخص واحد بس مكررة اكتر من مرة لكن لشخص واحد بس تمام كده؟ فعايزك تركز كويس جدا وتكون منتبه من اول مرة واكيد لو احتاجت تعيد الجملة تاني ارجع وعيدها تاني تمام كده؟ يلا ركز معي واسمع الجملة دي بتقول ايه طبيعي جدا اللي عارف الجملة كتابها لكن اللي معرفهاش مش عايزه يتخض مع التكرار هتحس بسهولة الجملة زي ما حصل في كل الجمل القديمة وانت جربت بنفسك وشفت اسمع مني كده الجملة بشكل ابسط I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it طب والجملة دي معناها ايه؟ اقسملك ان انا كنت فاكرة انك كنت نايمة وانا بس حبيت اجربه او اجربها يبدو كده انها استخدمت حاجة من حاجاتها من غير ما تستأزنها وقالت لها انا كنت فاكراك نايمة والله بفتكرك كنت نايمة وحبيت بس اجربها ما كانش هتسرق ولا حاجة يعني الجملة نطقها بسيط جدا I swear I swear I swear I thought you were asleep I swear I thought you were asleep and بلاش نقولها and ممكن نقولها and I just wanted to try it and I just wanted to try it I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it and I just wanted بدلا من نقول wanted ممكن نقول wanted and I just wanted to try it to try it ما بنبينش التي بتاعت it and I just wanted to try it I swear I thought you were asleep and I just wanted to try it بحلف اني كنت فاكراك نايمة وانا كنت بس عايزة اجربها اسمع الجملة تاني دلوقتي هتلاقيها ابسط بكتير تمام كده يلا نشوف الجملة اللي بعد كده بتقول ايه وخلي بالك هتكون من شخص واحد بس يلا اسمع كده يلا اخبار من عارف الجملة وكتابها طب اسمحها مني كده Don't you feel remorse for what you have done Don't you feel remorse for what you have done الجملة بتقول Don't you feel remorse for what you have done Don't you feel remorse for what you have done هو انت مش حاسس بالندم على اللي عملته طبعا الجملة دي نقدر نستخدمها لو ابننا عامل مصيبة في البيت وتقوله هو انت مش حاسس بالندم على اللي عملته Remorse يعني ندم Don't you feel remorse for what you have done Don't you feel remorse for what you have done مش حاسس بالندم على اللي عملته ركز كده واسمع الجملة تاني Don't you feel remorse for what you have done Don't you feel remorse for what you have done Don't you feel remorse for what you have done Don't you feel remorse for what you have done تمام كده عايزك تركز معايا في اللي جاي ده احنا خدنا قبل كده لو انت حاسس بتحسن بنقولها ازاي Do you feel better Do you feel better طب لو عايزة اقول لحد انت حاسس باي تحسن هنقولها ازاي يا ترى مفيش اي حاجة تختلف احنا بس هنزود كلمة اني ويكون السؤال Do you feel any better Do you feel any better هل تشعر باي تحسن تمام كده تمام طيب لو عايزة اقول لحد حاسس باي اختلاف اكيد انت الوحدة كتقولها دلوقتي قول كده ايوة Do you feel اني ايه بقى Indifferent Do you feel any different حاسس باي اختلاف برافو عليك Do you feel any different Do you feel any different حاسس باي اختلاف حاسس باي تحسن Do you feel any better Do you feel any different هوا هوا غيرنا كلمة better لدفرنت اسمع كده الجملة Do you feel any different 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 ممتاز ورائع جدا دلوقتي هتسمع الجملة دي واكيد اكيد هتعرفها لوحدك اسمع كده Do you feel any pain here 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 حاسس باي الم هنا Do you feel any pain here يبقى دلوقتي خدنا Do you feel any better حاسس باي تحسن Do you feel any different حاسس باي اختلاف Do you feel any pain حاسس باي اختلاف وهكذا اسمع الجملة تاني كده Do you feel any pain here 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 رائع جدا جدا اسمع الجملة دي بطل وبرضو هتعرفها لوحدك اكيد اسمع كده Do you feel remorse Do you feel remorse Do you feel remorse Do you feel remorse ما غيرناش اي حاجة Do you feel remorse Do you feel remorse حاسس بندم ممكن نشيل كلمة اني Do you feel remorse انت حاسس بندم Do you feel remorse ركز كده واسمع الجملة تاني Do you feel remorse 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 لحد هنا رائع جدا اسمع بقى الجملة اللي جاية دي وركز فيها عشان هتتقل من شخص واحد بس يلا اسمع الجملة Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself جملة طويلة شوية مش كده بس بسيطة جدا اسمحها مني وبالراحة جدا Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself Do you feel any desire to hurt yourself الجملة بتقول Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself كل ما تحس انك غطبان وزعلان بتحاول تأذي نفسك Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself أكيد خدتوا بالك ونحن قلنا هنا كمان ايه Do you feel any desire هل تشعر بأي رغبة Do you feel any different Do you feel any pain وبالتالي الجملة يعتبر واخدين نصها ما هيش كبيرة ولا حاجة اسمع الجملة تانية ويركز فيها Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself Whenever you feel angry Do you feel any desire to hurt yourself تمام كده ودلوقتي أسابلكم ثلاث أسئلة اتجاب عليهم في التاليات انا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم مبارح نزلت سؤال في المنتدى كتبت فيه متى تغار مني معناها ايه بالانجليش وكان من ضمن التعليقات اللي لفتت انتباهي شوية سؤال ما عندوش معنى انت بتخربط طيب بص يا جميل سؤال ما عندوش معنى وانا بخربط تخيل انك انت ليك صديق قريب منك جدا وهو بيحبك وانت متأكد انه بيحبك عايز تقوله انت بتغير مني امتى لما يحصل ايه بتحس بالغيرة جواك يبقى سؤال لي معنى ولا لا سؤال منطقي وبديهي جدا بين الاصدقاء اسمع يلا الجملة بين اتنين اصدقاء وهو بيقوله انت بتغير مني امتى تمام كده يلا بينا نكمل الجملة اللي بنتعلمها سوا ونشوف الجملة اللي معنا دلوقتي بتقول ايه اللي عارف منكم الجملة كتبها واللي معرفهاش هيسمحها مني الجملة بتقول we're all in the same boat we're all in the same boat احنا كلنا في نفس المركب we're all in the same boat طبعا استخدامها معروف ومنطقي طيب بننطقها ازاي بدل ما نقول we are بنقولها ايه we're all we're all in the same boat we're all in the same boat we're all in the same boat كلنا في نفس المركب اسمحها تاني وركز كويس we're all in the same boat we're all in the same boat we're all in the same boat ممتاز جدا يلا بينا نسمع الجملة اللي جاية بتقول ايه don't hang up 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 oh no don't hang up oh no don't hang up oh no don't hang up اللي عارف الجملة كتبها طيب معرفتهاش اسمحها مني don't hang up don't hang up الجملة بتقول don't hang up don't hang up ما تقفلش الخط بتكلم شخصي في التليفون مثلا وحسيت انه هيقفل الخط وقول له ارجوك ما تقفلش الخط don't hang up don't hang up استنى ما تقفلش الخط ونطقها سهل جدا don't hang up don't hang up ما تقفلش الخط استخدمها بقدر الامكان وراجع عليها دايما واسمحها تاني يلا don't hang up تمام كده يبقى انت كزوجة هتتصلب جوزيك تقول له عايزة جبنا رومي وبيض ولبن وبعدين هيقفل ليقولك طيب مع السلامة تقول له استنى استنى في ايه تاني ما تنساش تجيب زتون كمان معاك don't hang up تمام كده يلا نسمع الجملة الجديدة بتقول ايه مين عارف الجملة وكتبها؟ طب اسمحها مني كده الجملة بتقول هو انت كنت نايم ابنك مثلا قالك ان هو بيذاكر جوه وبعدين خبطت عليه الباب لقيته عنيه وصوته متكسر كده فتقولله ايه ده هو انت كنت نايم مش بتذاكر يلا اسمع الجملة تاني تمام كده ان شاء الله في نهاية الفيديو هتلاقوا جمل زيادة هنتدرب عليها اوعوا تنسوا تشوفوها يلا بينا نشوف الجملة الجديدة بتقول ايه اللي عارف الجملة كتبها واللي ما عارفهاش هيسمحها مني الجملة بتقول ما تبوزش المفاجأة جايب لزوجتك مثلا ب12 جنيه مشابك وحطتهم في علبة حلوة كده وهتيجي تفتحها وتقول لا 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 استني ما تبوزش المفاجأة لما عيد ميلادك بقى عشان تفتحها وتلاقي طعم المشابك لا تبوزش المفاجأة اسمع الجملة تاني وركز فيها تمام كده؟ يلا نشوف الجملة اللي بعدها بتقول ايه إلا عارف الجملة كتابها واللي ما عارفهاش هيسمحها مني اعتقد ان الجملة المرادي سهلة لانها مشتاقة من الجملة اللي فاتت مش عايز أبوز المفاجأة انا اللي مش عايز أبوز لك المفاجأة اسمع الجملة تاني وركز كويس عارفت الجملة وكتبتها؟ اللي ما عارفهاش هيسمحها مني الجملة بتقول ليكن في علمك لو حد سألك مثلا على فكرة انت خنت في الشتا هتقوله ايه؟ ليكن في علمك؟ انا بتعشى ثلاث مرات بس فور يور انفرميشن يبقى انت بتقول فور يور انفرميشن وبعدها معلومة معينة مثلا يلا اسمع الجملة تاني وركز كويس فور يور انفرميشن فور يور انفرميشن تمام كده؟ خلونا نسمع الجملة الجديدة بتقول ايه؟ هل أحد 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 أ حد شاف ابني السؤال ده رائع جدا وبنستخدمه على طول حد شاف مفاتيحي حد شاف اميسي هتلاقوا تدريبات اكتر في نهاية الفيديو على الكلام ده يلا اسمعوا الجملة تاني وركزوا كويس جدا تمام كده يلا بينا نشوف الجملة الجديدة بتقول ايه اللي عارف الجملة كتبها واللي معرفهاش هيسمحها مني الجملة بتقول يبقى انت لو عايز تقول لحد اتأكد من كذا اقوله ايه اتأكد ان كل الابواب والشبابيك مقفولة مثلا انت في مشوار بعيد وبتقول لابنك وانت خارج اتأكد ان كل الابواب والشبابيك مقفولة يلا اسمعوا الجملة تاني وركز كويس جدا تمام كده عايزك تركز معي دلوقتي جدا عشان هنحط اسئلة مرتبطة بشكل او باخر من اللي احنا خدناه ركز في الاسئلة كويس اجابتك على الاسئلة دي بيفيدك جدا حاول تبذي المجهود ومع التكرار والاستمرار ان شاء الله هتوصل لابعل من اللي انت عايزه كمان يلا اسمع الاسئلة انا جميع الاسئلة هنا انا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم حلقة جديدة بجمل جديدة ممتازة جدا جمل هتخليك تتكلم انجليش بشكل رائع وهتخطف بيها انتباه اي حد المهم تستخدم الجمل دي بقدر الامكان وتراجع عليها كل يوم يلا بينا نسمع اول جملة معانا النهاردة بتقول ايه انا 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 ا أعرفت الجملة طبعاً كالعادة اكتبها I had a dream about you last night I had a dream about you last night الجملة بتقول I had a dream about you last night I had a dream about you last night أنا حلمت بيك ليلة مبارح أكيد الجملة دي بنستخدمها فعلاً كل يوم I had a dream about you last night حلمت بيك ليلة مبارح أنا شخصياً أختي كل يوم تقول لها أنا حلمت بيك أقول لها مش عايزة أعرف الحلم وهي تصر أنها تحكي للحلم أنا حلمت بيك مبارح I had a dream about you last night وبالمناسبة إحنا هنسيب جمل كتير النهاردة في نهاية الفيديو واختبار بكذا شكل مهم جداً تتدرب عليه عشان ما تنساش الجمل القديمة وكمان تتدرب على الجمل الجديدة بشكل أقوى يلا اسمع الجملة تاني وركز كويس I had a dream about you last night 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 تمام كده؟ خلونا نشوف الجملة الجديدة بتقول ايه You can count on me 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 خلوص كتبت الجملة You can count on me You can count on me الجملة بتقول You can count on me You can count on me You can count on me تقدر تعتمد علي أخوك مثلا بيقولك أنا خايف جدا من مادة الرياضيات السنة اللي جاية هتقوله ايه You can count on me ما تقولش كاونت برضو كاونون مي You can count on me You can count on me You can count on me تقدر تعتمد علي You can count on me 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 رائع جدا يلا خلونا نسمع الجملة الجديدة بتقول ايه موسيقى موسيقى عرفت الجملة وكتبتها الجملة بتقول منذ ماتا وأنا نائم هو أنا نائم من إمتى لو أنت مثلا نمت كتير جدا ومش عارف نمت إمتى وإزاي فأول ما هتسح تقول هو أنا نائم من إمتى ركز معي كده في طريقة النط تمام كده؟ يلا اسمع الجملة تاني موسيقى 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 كم ي Explain ningún error كم يدع المفذل 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 دهما هنا ممتاز اسمع الجملة الجديدة وركز فيها جيد so however i prefer to be using it a lot كل شيء لديه سلسلسل عرفت الجملة وكتبتها؟ اسمحها مني بشكل أبسط الجملة بتقول كل مشكلة وليها حل يعني أنت مثلا كزوجة بتقول الجوزك ده ابنك مش نفع في التعليم خالص هيقولك ايه كل مشكلة وليها حل يلا نطلع من المدرسة خالص وبصراحة حل عبقاري يعني يلا يسمع الجملة تاني كل مشكلة وليها حل 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 تمام كده؟ يلا بينا نسمع الجملة جديدة بينا نسمع لو عرفت الجملة كتبتها أكيد ولو ما عرفتها هاش اسمحها مني بشكل أبسط let me rephrase the question خليني أعيد صياغة السؤال يعني مثلا انت سألت واحدة سنك كم سنة فهي قلتلك نعم هتقول لها ايه؟ خليني أعيد صياغة السؤال انت تولدت سنة كام هي طبعا مش عايزة تجاوبك لكن عاملة نفسها مش فاهم السؤال let me rephrase the question خليني أسألك بشكل تاني اسمع الجملة وركز فيها قويس جدا let me rephrase the question 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 تمام كده؟ يلا بينا نشوف الجملة الجديدة بتقول ايه انا متأكد انك عرفت الجملة المرادي الجملة بتقول انت لسه هنا ليه؟ الساعة مثلا دلوقتي تسعة ونص والمفروض ابنك يكون في المدرسة من الساعة تسعة هتقوله ايه؟ انت لسه هنا ليه؟ ليه مش في مدرستك يعني اسمع كده الجملة تاني تمام كده؟ تمام كده؟ ركز بقى معايا كويس قوي عشان دلوقتي هسيب لك اختبارات من انواع مختلفة اول حاجة هناخد جمل مرتبطة بالجمل اللي احنا خدناها النهاردة لكن مش هي طبعا لازم تعرفها وهتلاقي الاجابة في صندوق الوصفة وكمان هسيبها لك في نهاية الفيديو وكمان عايزك تجاوب على الخمس اسئلة دول لو عايز تقول لحد واحد ما تتأخرش ما تتأخرش اتنين آسف اتأخرت آسف اتأخرت تلاتة هتأخر على المدرسة هتأخر على المدرسة أربعة ايه اللي أخرك ايه اللي أخرك خمسة انت متأخر ليه انت متأخر ليه ودلوقتي اسمع الجمل دي وجاوب عليها في التعليقات احبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة النخيف أدرنا عن طريقتpowروى عن طريق ت nenhuma عن طريقة الفلى عن طريقة الفhomme عن طريقة الفравля عن طريقة الف versión عن طريقة الفهم نحونا في في حانة عقل يستحقون عقل مخالوون ترجمة نانسي قنقر هاي دير انا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم دي حلقة جديدة بنتعلم فيها جمال انجليزية شهيرة من متحدثين اصليين واكيد بقى واضح لنا كلنا زي الشمس ان الحلقات بتاعتنا بتجيب نتيجة هيلة وده واضح من خلال لقاءات الزوم اللي بنحضرها سوا وان شاء الله باذن الله في نهاية الفيديو ده هتلاقوا تفاصيل ازاي تحضر الزوم عشان ناس كتير بتسأل رغم ان احنا جاوبنا قبل كده ودلوقتي خلونا نسمع الجملة الاولى بتقول ايه يستطيع ان تحضر الزوم باتنا يستطيع ان تحضر الزوم باتنا انت تستحق افضل مني في نهاية الفيديو هنسيب تدريبات اضافية مشابهة للجملة اللي احنا اخدناها ودلوقتي خلونا نسمع الجملة تاني تمام كده خلونا دلوقتي نسمع الجملة اللي بعد كده بتقول ايه اللي عارف الجملة كتابها واللي معرفهاش يقدر يسمحها مني بشكله ابسط الجملة بتقول انت عايش مع مين طبعا مفهوم جدا استخدام الجملة دي انت عايش مع مين اسمع الجملة تاني تمام كده خلونا نسمع الجملة اللي بعد كده بتقول ايه انت عايش هنا او انت عايش هنا مهم جدا تستخدموا الجملة دي بشكل يومي وانتو بنفسك وشفتو اللي بيذاكر بشكل يومي بيجيب نتيجة قد ايه يلا اسمع الجملة تاني تمام كده خلونا يلا نسمع الجملة الجديدة بتقول ايه من عارف الجملة وكتبها if you have any questions please feel free to ask if you have any questions please feel free to ask الجملة بتقول if you have any questions please feel free to ask if you have any questions please feel free to ask لو عندك اي اسئلة خد راحتك واسأل ده ببساطة معنية if you have any questions please feel free to ask لو عندك اي اسئلة ما تترددش انك تسألها كلمة feel free يعني خد راحتك feel free يلا خلونا نسمع الجملة تاني سوا if you have any questions please feel free to ask تمام كده يلا بينا نشوف الجملة البسيطة اللي جاية دي جملة بسيطة واحنا خدنا شبهها قبل كده I don't exaggerate I don't exaggerate انا مش ببالغ احنا خدنا قبل كده don't exaggerate ما تبلغش ودي I don't exaggerate انا مش ببالغ I don't exaggerate اسمع يلا الجملة تاني I don't exaggerate 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 تمام كده يلا نشوف الجملة اللي بعد كده بتقول ايه عرفت الجملة وكتبتها الجملة بتقول ودي معناها كل شيء تحت السيطرة كل شيء تحت السيطرة اسمع الجملة تاني تمام كده طيب قبل ما نروح لتدريبات النهاردة عايز اقول لكم على معاد الزوم في ناس كتير جدا بتسأل على معاد الزوم وبتقول انت مش بترد مع اني قلت في فيديو مخصوص قبل كده بالمعاد بكل حاجة لكن الناس لسه بتسأل تاني معاد الزوم يوم الخميس امتى يوم الخميس؟ الساعة ستة مساء بتوقيت مصر بتوقيت مصر تمام كده طيب الرابط نلاقيه فين؟ هنلاقيه في مكانين في منتدى اليوتيوب وده اللي بينزل عليه اسئلة وكلنا بنحلها تقريبا ده اسمه منتدى اليوتيوب او الكوميونيتي تمام؟ اما المكان التاني هو المجموعة العامة على الفيسبوك طيب المجموعة العامة ندخل لها ازاي؟ هسيب لك رابط المجموعة في اول تعليق مثبت تمام كده؟ ده بالنسبة للمجموعة العامة ودي بتكون free بدون اي مقابل لكن في نوع تاني من المجموعات اسمها المجموعات الخاصة دي بيكون فيها التدريب مكثف اكتر وعدد الايام اكتر ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر ممكن تتواصل معي عن طريق رابط الفيسبوك اللي مثبت في اول تعليق تمام كده؟ ودلوقتي خلونا نشوف تدريبات على الجمل اللي خدناها في الحالة دي اكتبها في التعليقات ومعدنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باسة أسرح مميزة ических مميزة خلال ما وتسير وقت 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 لا كل شيء كل شيء كل ما كل ما كل ما مما者 ج差؟ toxic شيء يطح؟ مما الذي تزاي Compussen كل كلك كل كل شك رائعة النcommر رائعةogene رائعةين كل 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 رائعة ترجمة نانسي قنقر 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 فمش عايزة مواعز ولا محضرات ببساطة كده بتقول اللي قدامها أنا عندي مشاكل كتير ومش عايزة أي نصايح دلوقتي بنقولها كتير فحاول تستخدمها بقدر الإمكان خلونا نقولها كمان مرة I have enough problems in my life right now I really don't need any lectures I have enough problems in my life right now I really don't need any lectures I have enough problems in my life right now I really don't need any lectures I have enough problems in my life right now I really don't need any lectures تمام كده؟ أي حد يحس إن الجمل صعبة ما يقلقش إطلاقا والله مجرد تكراره هتلاقي الموضوع مفيش أبسط منه تعالوا نسمع سوا الجملة الجديدة بتقول إيه لو عرفت الجملة اكتبها في التعليقات ولو معرفتهاش اسمحها مني بشكل أبسط خلونا نقولها بشكل أبسط شوية كمان ودي معناها أنت قادر تماما تخفي عني الحقيقة خلونا نسمع الجملة تاني كمان مر تمام كده؟ يلا نشوف الجملة اللي بعدها اللي عارف الجملة كتبها ولو معرفتاش اسمحها مني الجملة بتقول ما تجهدش نفسك خلونا نسمع الجملة كمان مرة ولكن المرة دي من شخص مختلف تمام كده؟ يلا خلونا نسمع الجملة الجديدة بتقول إيه What do you wanna do now? What do you wanna do now? What do you wanna do now? I wanna go home What do you wanna do now? I wanna go home جملة بسيطة و جميلة هتستخدمها كل يوم ويسمع الجملة تاني What do you wanna do now? Don't go home What do you wanna do now? I wanna go home What do you wanna do now? I wanna go home What do you wanna do now? I wanna go home تمام كده؟ يلا نسمع الجملة الجديدة بتقول إيه وخلي بالك عشان جملة مهمة جدا Don't you dare lie to me 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 عرفت الجملة وكتبتها؟ طب اسمع مني كده Don't you dare lie to me Don't you dare lie to me الجملة بتقول Don't you dare lie to me Don't you dare lie to me إياك إنك تجذب علي لا تجرؤ أن تجذب علي Don't you dare lie to me ولو لاحظتوا إنها ممكن تقول لا دو مي هم بينطاقوا بسرعة كده أو بيخطفوا الكلام فمش شرط تقول لاي بشكل واضح لا دو مي Don't you dare lie to me تمام كده؟ اسمع الجملة تاني Don't you dare lie to me 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 خلاص كده؟ يهمني في الفترة دي إنك تحفظ الجمل كويس قوي ولو حسيت إن نطقك مش كويس ما تقلقش نطقك كده كده بيتحسن مع كل جملة بتسمحها وبالتدريك فما تقلقش خالص من النقطة دي وكمان أنا أسيب لك فيديوهات إضافية في نهاية الفيديو شوفها عشان تتدرب أكتر على كل الجمل اللي فاتت ودلوقتي خلونا نشوف الجملة الجديدة لو عرفت الجملة كتبتها طبعا ولو معرفتهاش اسمحها مني بشكل أبسط وقعدة الجملة بتقول حد مثلا وقع في مشكلة كبيرة فهتقوله انت اللي جبت لنفسك صح كده يلا اسمع الجملة تاني تمام كده؟ قبل ما سيب لك أسئلة إضافية وتدريبات إضافية عايزة أقول لك حاجة لازم تنطأ الجمل في البيت بصوت عالي نطأك مش كويس ما تقلاش هيتحسن يحفظ الجمل حاول تمارسها بقدر الإمكان وبإذن الله مع التكرار هتيوصل لأكتر حتى من اللي تحلم به يلا هسيب لك أسئلة إضافية وتدريبات إضافية دلوقتي جاوب عليها في التعليقات لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لاحظة. لاحظة لتتتت02 تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم دي حلقة جديدة بنتعلم فيها جملة انجليزية من متحدثين اصليين والطريقة دي بجد بتجيب نتيجة هيلة تابع معينا باستمرار ومن غير اي مبلغة الطريقة دي هتوصلك اسرع من اي طريقة تانية شرطة اساسي وانت بتتعلم الجمل دي في البيت تنطقها بصوت عالي ما تخافش اغلط براحتك والنتيجة كده كده جاية بإذن الله تمام؟ تعالوا ساوى نشوف اول جملة بتقول ايه وركز كويس جدا عشان الجملة هنقولها من شخص واحد بس وان كانت هتتكرر اكتر من مرة يلا اسمع معي الجملة الاولى ها؟ يا طرع عرفت الجملة؟ حد عنده اي اعتراضات؟ خلونا نسمع الجملة تاني وركز عشان هنسمع بعدها على طول الجملة الجديدة ها عرفت الجملة؟ حد معاه ألم دي عروسة ومش لقيه ألم ربنا يستربع يوم فرحكم لو خدت بالكم من الجملة اللي فاتت حد عنده اي اعتراضات؟ وهنا حد معاه ألم وبالتالي ممكن تستخدم والحاجة اللي انت بتدور عليها يبقى انت دلوقتي لو في اي وقت عايز تسأل مجموعة من الناس حد معاه ألم حد معاه كتاب حد معاه كذا فاتقول والحاجة اللي انت بتدور وبتسأل عليها اسمع الجملة تاني وبعدها على طول هنسمع الجملة الجديدة الاخبار عرفت الجملة الجديدة؟ بنستخدم الجملة دي كتير جدا 100% 100% اكيد جملة بتتكرر في حياتنا كتير قوي واحنا من دلوقتي ورايح نستخدم الجملة دي 100% يعني 100% بتعرفي تعملي حلويات؟ طبعا 100% زي واحد بيقول لي خطبتو بقول لي كيه البسبوسة اللي أكلتيني منها النهاردة عملتها من ايه؟ قلت له لأ مش أقولك ده سر المهنة بقى قال له هقول حرام عليك أنا في المستشفى يبقى بتعرفي تعملي حلويات 100% 100% هنسمع الجملة تاني وبعدها على طول الجملة الجديدة ركز كويس 100% 100% 100% 100% أكيد انت خدت بالك ان الجملة الجديدة زي الجملة القديمة بس احنا في الأول كنا بنقول 100% لكن هنا بنقول 100% تمام مفيش أي فرق مية بالمية برضو اسمع الجملة تاني وهنشوف الجملة اللي بعدها بتقول ايه 100% 100% 100% 100% ايوة طبعا وبنسبة 100% متأكد يبقى انت حدي مثلا ممكن يسألك فهتقوله ايه هو انت متأكد طبعا وبنسبة 100% متأكد تمام كده هنسمع الجملة تاني وبعدها على طول الجملة الجديدة لو عرفتها اجاوب عليها في التعليقات كتبت الجملة الجملة بتقول ليه هي نيمة طب بننطقها كده ازاي؟ ركز معايا كده بنقول ايه؟ ليه هي نيمة؟ طب ركز معايا كده في الجزئية دي لو عايز اقولك انت نيم ليه؟ هقولها ازاي؟ أنا مش هكتبها احنا هنا هنغير اس شي لإيه؟ are you why are you sleeping؟ والجملة اللي عندنا دلوقتي why is she sleeping؟ ليه هي نيمة؟ اسمع الجملة تاني وبعدها على طول الجملة الجديدة why is she sleeping؟ why is she sleeping؟ why is she sleeping؟ I like it I like it it suits you أنا بحبها هي مناسبالك I like it it suits you تمام كده؟ دلوقتي هنعمل ايه؟ هسيب لكو اختبار من عشر جمل مطلوب تجاوبهم في التعليقات وبعد كده تدي النفسك درجة من عشرة تمام كده؟ أما الحاجة التانية هسيب لكو كل الجمل اللي احنا خدناها في الحلقة دي في الآخر خالص يلا نشوف الاختبار وبعدها الجمل مجمعة مطلوب تجاوب تناولي لما أشخاص تناولي لما أشخاص شكرا لما أشخاص تناولي تناولي أستمر عن communicated أستمرني ثرت أستمر ندني ماذا سنننع الشكير للأبن well السبب positioned أبداً لأبداً لأبداً حق呀 حق! 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% صحيح و أنا مدى صحيح و أنا مدى صحيح و أنت مدى صحيح لماذا تدفع؟ لماذا تدفع؟ componierto تعريب بشيئ تعريب بشيئ تعريب بشيئ تعريب بشيئ اهلا بك ترجمة نانسي قنعة ترجمة نانسي قنعة ترجمة نانسي قنعة موسيقى 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 اذا كان قبل ان افعل معذ نهاية اشترك mirتani أشترك مختار خلال ما تنفي 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 اشتركوا في القناة 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 for your information for your information is anyone seeing my son? is anyone seeing my son? هل المراداء أولا 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 Evolution ترجمة حينلاً شكراً 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 للمنزل شكراً للمنزل وضع بما محاجرة على ايقال ولكني محاجرت على ايقال ولكني مثل Francesca ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر